أحمد السيد زيزو مكمل مع الزمالك ولا ماشي؟ ماشي نبدأ بقصة زيزو العروض كنت قلت لك يا كريم أن الزمالك متمسك باستمرار زيزو وزيزو مكمل مع الزمالك ولكن مؤخرا بدأ شوية رأيه جوا نادي الزمالك يقولك أن إحنا عندنا أزمة ملاية طاحنة ممكن نلجأ أن إحنا نبيع زيزو عشان نقدر نحل الأزمة اللي عندنا بدأ الزمالك شوية اتجاه كبير جدا أو جزء كبير جدا من المسؤولين جوا نادي الزمالك منفتحين لفكرة أننا هطلع زيزو خاصة لزيزو وبتلقى عروض مغرية هكلمك عن قصة العروض أحمد سيد زيزو يمتلك عدة عروض من الدور التركي منهم نادي في وفده وده كلام بيتقال لأول مرة منه وفد تواجد من نادي أدنى سبور التركي في مصر وقعدوا هنا في مصر مادي إيه؟ أدنى سبور التركي أدنى سبور التركي ده نادي من الأربع أو خمس أندير فنشو الدور التركي دول الوافد بتاعهم موجود في مصر كان موجود في مصر تواجد في مصر وحاولوا أنهم يقابلوا حد من نادي زمالك أو دارة نادي زمالك لكن نادي زمالك ما قاعدش أصلا في ظل أنه هو مش مرحب أو كان مش مرحب بخروج زيزو لكن الأمور بدأت تختلف شوية القصة تتحسم إمتى تتحسم بعد عودة زمالك من البطولة العربية هيبدأ الكلام العروض توصل ويبقى فيه كلام من قبل زيزو مع الزمالك والزمالك يحسب قصة زيزو بشكل رسمي خلال الساعة اللي فاتت خرج خبر عن عرض من نادي إيفيرتون الإنجليزي لضم أحمد سيد زيزو مقابل سبعة من لون يورو أحمد سيد زيزو فيه عرض من نادي إيفيرتون كلام من نادي إيفيرتون فيه؟ فيه من الاتحاد الإنجليزي وكمان قصة اللعبة مع المنتخب الوطني لازم يتواصل لنسبة شركات معنا أحمد سيد زيزو بالمناسبة هو وصل للنسبة دي فالنادي إيفيرتون بيتحرك في أنه هو يحسم الموضوع مع الاتحاد الإنجليزي يأمن موقف اللعب وانضمام اللعب وبعد كده هيبدأ يتكلم مع الزمالك هل العرض يوصل لسبعة مليون والأرقام دي؟ لحد دلوقتي ما فيش أرقام لكن فيه كلام من إيفيرتون أو فيه كلام مع اللاعب ومع ممثلين اللاعب الأمور هتتحسن بعد عودة الزمالك من البطولة العربية وزي ما قلت لك كان فيه أدنسبور وعروض أخرى تركية وبالمناسبة فيه أكتر من عرضة خليجي من أنداءة كبيرة في الخليج عظيم جدا